السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة المرشد قواعد الراحة النفسية هذه القواعد كثيرة ستساعدك هذه القواعد على ان تعيش حياة سعيدة وكلها راحة نفسية تختار منها ما تشاء وتترك منها ما تشاء هذه القواعد ليست منزلة من السماء وليست هي القواعد الوحيدة لتحقيق السعادة هذه القواعد اختر منها ما تشاء لتحقيق ساعتك النفسية اول هذه القواعد القواعد الاولى قل دايما كلمة طيبة اكتر حاجة تسعدك انك تمشي تقول لزملاتك وتقول لاصحابك الله شكلكم حلو تقول لزميلك الله الطاقم ده جميل جدا عليك تقول لزميلك ما شاء الله وشك منور النهاردة تقول لزميلك الله اكبر على شغلك ربنا يوفاك الناس دايما محتاجة الكلام ده بس مش محتاجة انها تسمع انت تعبال له كده انت مرهق جدا انت وشك اصفر انت حوالين عينيك سواد انت خاسس ليه كده الكلام ده محبط وبيسد النفس قوي نشرك للايجابية بيكسب قلوب الناس مفيش اجمل من حب الناس ومفيش اجمل من ان الناس ترحب بيك وتستريح لك وفوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجبر خواطر عباده القاعدة التانية اصنع انجازاتك الخاصة بمعنى انك لما تحقق حاجة وتحس ان تعبك مرحش على الفاضي وانك حققت كل اللي انت عايزه هو ده قمة السعادة الانجازات بكل احجامها بكل احجامها صغيرة او كبيرة بتزيد من سختك من نفسك وتخديرك لذاتك القاعدة التالتة عد الى الله بخالب سليم لازم يكون في وقفة بينك وبين نفسك من وقت الاخر عشان تطهر قلبك من الزنوب او من المعاصي لان التوبة بتطهر القلب وبتساعدك عشان تسامح نفسك عشان ما تجليش نفسك ومعشان ما تعنفش نفسك لان ده بيقرق النفسية المبدأ الرابع اتمسك بمبادئك اسعد حاجة ممكن تحققها لنفسك انك تتصرف صح وسط ناس بيتصرفوا غلط التمسك بالمبادئ من اهم اسباب السعادة والراحة النفسية المبدأ الخامس اجعل لنفسك وقت خاص كل واحد فينا بيحتاج لخلوة يكون فيها بنسبة مية في المية على طبيعته عشان يستريح من ارهاق الدنيا والمشاكل بتاعت الدنيا بتزيد اوقات العزلة من التعاطف من القوة النفسية من زيادة الوعي من انك تحسن خطتك وتوقف مع نفسك على اخطائك وعلى محسنك وعلى عيوبك المبدأ السادس ادخل الصرور على قلب احبابك وادخل الصرور على الاخرابين اللي محتاجين فعلا انهم يكونوا سعداء معاك زي اهلك زي ما بتذاكر وبتجيب تأدير في اخر السنة فيقوم والدك مصلي ركعتين شكري لله لما تقوم تعمل اكل خاص لاخواتك انك تفرحهم وتحس ان سعدتهم من سعدتك المبدأ السابع تواصل ولا تنعزل كثيرا صحيح احنا قلنا ان الانسان محتاج لخلوة بس برضو محتاج لونيس ومحتاج لاصدقاء يشاركهم الافراح ويشاركهم الاحزان ويتسلم معاهم ويتمتع معاهم اجعل اولوية توصلك لللخاء الشخصي مع الناس المكالمة والرسالة لو مش هتتقابل وك هل وك المبدأ التامن مارس هويتك ومارس الهواية مع من تحب ممارسة الهوايات بتريح النفس وتعد من اجمل الاوقات وتعد من اجمل الاوقات اللي انت بتمارس اللي انت بتمارس فيها هواية مع شخص انت بتحبه المبدأ التاسع للراحة النفسية اكتب اهدافك ورقبها اكتب الهدف لان اكتابة الهدف هي بداية نزول الفكرة من الرأس للواقع عشان كده راقب اهدافك وحاول تحقق هذه الاهداف لان كل هدف انت بتحققه يعتبر انجاز ليك القعدة العشرة والاخيرة اعطي سرا وعلانية كل ده عشان ايه ريد الله سبحانه وتعالى مفيش اجمل من متعة العطاء وخاصة اذا كان هذا العطاء لوجه الله سبحانه وتعالى لا يوجد اجمل من ان يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى سر زي ما كان الصحابة كل منهم له خبيئة بيخبيئة عن الناس حتى اذا وقع في مكروه صار يطلب من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل السري ان ربنا يفرج عنه ان ربنا يفكا عليه ان ربنا يسعده ان ربنا يريح باله في النهاية ارجو من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد قدمت جديدا ادعمني بمشاركة الفيديو والتعليق على الفيديو حتى استمر في العطاء والى لقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة